مش بس الكلام على الأهلي وفارقه لكن الكلام على المشوار اللي فاضل من عمره مسابقة أو بطولة الدوري الكلام نحيا مع واحد من المحللين الفنيين اللي أنا بحب أسمع رأيه يعني طبعا متعودين دايما على أراءه وانفراداته في يوم السادسة العالمي لكن النهاردة هنتكلم معه أكتر على بطولة الدوري فاروق عصامبي شرفنا في السادسة مساء خير يا روقة مساء الخير يا أحمد أنا دايما مبسوط وأنا موجود معك وإحنا من استمتع بيك دايما وخليني أبدأ معك قبل ما أدخل في التفاصيل أبتدي بالعنوين شايف المنافسة على لقب بطولة الدوري السنة دي حسمت بالفعل ولا الأمور هتحسن مع الأنفس الأخيرة زي ما بيقولوا يمكن الواحد شوية لو دي النغمة اللي متصدرة أن المنافسة حسمت دي بتبقى حاجة شوية مبشرة للنادي الأهلي ولعبة النادي الأهلي لعبة النادي الأهلي دايما بيبقى عندها بتحب التحديات وتحب الدوافع فأعتقد أن الجولات المتبقية من الدوري هيبقى فيه دوافع كبيرة جدا عند لعبة النادي الأهلي لأنه خلص ما بقاش فيه اوبشن أنت تخسر أو تفقد مقاط تاني على الجانب الآخر نغمة أو تصدير نغمة أن الدوري حسم من قبل النادي الزمالك أعتقد ده ممكن يؤثر على لعبة نادي الزمالك خصوصا أن لعبة نادي الزمالك استهلكوا في الأسبوعين الآخر أسبوعين بشكل كبير جدا بداية من مباراة الأهلي في الكاس ثم فيوتشر ثم بيرامدز خرجوا أقصى مخزون بدني عندهم بين شارقي ميشي وساب الفرقة طريق حامد ميشي وساب الفرقة زيزو حاليا موجود هو والوينش أعتقد أنه هم عمادين رئيسين في التشكيلة الأساسية لفريرة مع أصابة أي لعب في نادي الزمالك أعتقد أن بديله هيبقى أقل بكتير جدا من اللعب الأساسي اللي بيلعب هو حاليا الزمالك متلصم فيه ست جولات لسه أو فيه جولات جاية ممكن يبقى فيها فيها كلام كتير جدا الناس اللي بني التصور ده بتقولك أنه الزمالك لعب أصعب مواجهته مع أنه أنا شايف أن الأصعب لم يأتي بعد بالعكس أنا أعتقد أن أنت أما تلعب فرقة قوية وعرف أن هي عندها لعيبة وعندها كواليتي وعندها إمكانيات غير لما تلعب فرقة أقل لما تلعب فرقة أقل بيبقى عندك شوية مش هنقول رعونة لكن أنت تبقاش داخل الماتش مركز بالنسبة 100% بالضبط مركز بالنسبة 100% لكن أنت داخل الماتش ضد بيرامدز ضد الأهلي تركيز 100% بتلعب بأفضل مستوياتك كل اللعيبة فائقة كل اللعيبة فريش كل اللعيبة بتقدم حتى 20% من اللي عندها لكن عكس أنت بتلعب فرقة في مؤخرة الجدول أو في منتصف الجدول ده بالعكس أنا شايف أن الفرقة اللي في مؤخرة الجدول في الفترة اللي جاية هتبقى أكثر عنفا وأكثر دراوة من الفرقة اللي ممكن تكون في المقدمة أو في المنطقة الدفئة زي ما بيسموها وأن المتشاط الصعبة مازالت في كل المواجهات اللي هيخدها سواء أهلي أو زمالك في المتبقي من عمر المسابق طبعا الدوري لسه في الملعب وأعتقد أن الجولات الجاية زي ما قلنا هيبقى فيها تغيرات كتير ويبقى فيها حاجات كتير لكن احنا نتمنى فقط الجولات الجاية تمشي بواتيرة واحدة مبقاش فيها أخطاء تحكمية مبقاش فيها لأن خلاص الموضوع ما بقاش مستحفل بصورة طيب هاخد معاك إراية كده في مستويات الأهلي في الفترة الأخيرة وإذا كان فيه نقاط سلبية ازاي تخلص منها ويتعامل معها في اللي جاي وبداية من بكرة في مواجهة فاركو بس هتسمحني نروح لفاصل ونرجع نتكلم بقى بالتفصيل بمناسبة الخسار بتاعت الأندية الإيطالية شايف المركاتو اللي حصل في أوروبا السندي عفة أندية أوروبا عموما يعني شايفه ازاي لا لا مركاتو زي ما بشرنا المركاتو كان رهيب وكان هيكمل بصفقة مبابي يعني كان هيكمل بصفقة مبابي لكن اللي حصل من باريس سان جرمان وأنه يقدر يمنع ريال مدريد يضم العيب دي بالنسبة لي كانت الحدث يعني مش انتقل هالند بقى ولا نونيز لا إن باريس سان جرمان يقدر ولا ليفندوفسكي ولا ليفندوفسكي بصراحة انتقل برضو رهيب لكن إن باريس سان جرمان يسيطر على ريال مدريد ويقدر ينهي بقى ويكسر شوكت إنه هو أي لعب بيحلم بريال مدريد وإي لعب يتمنى لنتقل ريال مدريد وحتى مبابي أكيد إنه هو بيحلم بريال مدريد فلوس بقت كل حاجة بس ده بقى التغير اللي حوازل إن أنا دايما فرونتينو بريس رئيس ريال مدريد عنده كده قوة رهيبة في المفاوضات إن أنا ريال مدريد وأنا أعظم نادي في أوروبا وأكتر اللي عندها تتويجا فأنا عندي القوة إن أنا أقدر أستقطب أي لعب وأقدر إن أنا في المفاوضات أتحكم في الأمور عشان كده هو أخذ الهيبة بتاعته وأنا لو في مكان فلوس بريس ورئيس نادي زي ريال مدريد هجيب لعب كتير وهجيب نجوم كتير لكن دلوقتي خلاص الموضوع أنت عندك قوة وهي اسم النادي أنا عندي قوة وهي الخلو خد بالك ده بيحصل بشكل كبير مع اللعيبة الصغيرة اللي لسه ما عندهاش نطج ولا تفكير يعني أنت برضه بتتكلم على فكرة المادة شيء مهم محدش يقدر ينكر ده بس المجد شيء برضه أهم يعني أنك تعمل مجد وتحقق بطولات وألقاب وتلعب في فريق زي ريال مدريد أنا مش بحبش الريال يعني عمري محبّت فكرة الريال مدريد الكونسيب بتاع اللي هو أنا هجيب الجالاكتيكو الزور هجيب الأفضل دايما وأكسب بيه وما حبّتهاش في PSG هجيش يقدر ينكر كوالتي اللعيبة اللي موجودة في PSG أو اللي كانت موجودة في الريال لكن أنا دايماً بحب بحب استمتع بالكو يعني البرساي كان بيعجبني نسخة أليكس فيليكس بتاعت منشستانيات كان بتعجبني اللي هي فرقة بتلعب كرة حلوة قوي والتيمورك فيها أو اللعبة الجماعة فيها طاغي على أسماء النجوم وفيهم نجوم كبيرة برضو بس في النهاية الكرة الحلوة هي اللي بتحركني شايف أنه الخريطة ممكن تدير في المنافسة على البطولات الأوروبية أو حتى على مستوى الليجة والبونز ليجة والبريمير ليج في إنجلترا بعد المركات وده ولا القوة العظمة ما زالت مسيطرة ومهيمة خلينا نبدأ بالليجة وبارشلونة لو تكلمنا أن احنا قلنا الموسم اللي فات لو أنت بتبص البرشلونة دلوقتي كسكواد وبتبص البرشلونة في الموسم اللي فات تقارن لتنين بمعض فرقتين مختلفتين نعم فرقتين مختلفتين تماماً أنت لسه هينضف على السكواد ده في ماركوس ألونسو وسيزار أسبليكويتا من شيلسي تقريباً سماقاتهم حسمة على السكواد الموجود لبرشلونة مع فرقة أنت قلت أنهما في أزمة اقتصادية وفيه 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 ده ناجز من ليه تصريح شهير جد بالك أنا مش قادر رفع من نادي اللي ما عنده فلوس وعيبة الدنيا كلها عايزت تلعب عنده وأي صفقة هو بيعوزها بيعملها هو ده ده في مغامرة كبيرة لأنه هو إخوان لابورتا باع باع جزء كبير من أرباح النادي يعني باع لمدة عشر سنين عشان يقدر وهو أعتقد أنه هو ما كانش فيه حل بالنسبة لإخوان لابورتا غير الحل ده وهو قدر يدعم الفرقة لأنه هو حتى قال وأعتقد أنه هو ده الصحافة الكتلونية كلها كنتقول أن برشلونة لو ما رجعش الموسم ده مش هيرجع لو ما جابش العيبة كبار خلاص هندسر أو هيرجع تاني لفترة كبيرة فهو بدأ يجيب أسماء رنانة رافينيا فيه تشيلسي رافينيا عالمي لحيب كويس جد 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 وآنتوني تاع آيكس على فكرة برضو بس طلبين فيه 100 مليون منشستر يونايتد كان عايزه وطلبين فيه 100 مليون فمبلغ كبير جدا لكن برشلونة أعتقد أنه هو الموسم الجاي بس ندفع في آنتوني 100 مليون ومدفعش في فرينك ديونج 65 مليون بصراحة هقول لك حاجة هقول لك حاجة وطلبين هاجة اللي عايز لتنين بالمناسبة ولعبه معاه في فرينك ديونج أنا عايز أقول لك حاجة فرينك ديونج مظلوم في برشلونة وتظلم من ساعة من تأل برشلونة هم عايزين يمشي 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 هو راجل هو عالي أجر وياخد 12 مليون فمبلغ كبير جدا لكن هو تظلم في برشلونة بسبب وجود سيرجي بوسكس فهو تظلم في الحتة دي ومدربين جم موظفهوش صح لو رأى منشيستر يونايتد أنا بقول لك ههو هتغير وجهة نظرك دي بعد مسم واحد مش موسيق بس البرسا مع ليفندفسكي مع رافينيا مع كيسي مع كريستنسن مع كوندي يعني شايف بس على الجانب الثاني بقى تشوف ريال مدريد في زكاء كبير جدا بقى له كم رايح للعيبة ورادية صغيرة لعيبة عندها البوتينشل لعيبك خلاص كل الناس متأكدة ان هم مواهب قادمة للمستقل سواء كامافينجا تشواميني رودريجو كامافينجا تفق معاك يعني كامافينجا لسه مع الجوهرة ملي معيتش بس أنا أشوفه واحد من أهم لعيب خط النص في العالم شواميني لعيب كويس جدا فهو خلاص الرايا هو متأكد بريز ان الرايا هتتسلم من كروس وعندك برضو مودريتش وطانيك خلاص بيسلموا الرايا هيسلموها المين هيسلموها الكامافينجا وشوامين كان لازم تجيب لعيبة تتلعب فوق 20 سنة واحد وعشرين سنة لعيبة كويسة جدا مع رودريجو وفينيسيوس لعيبة صغيرة قدام وكان حتى مبابيه تارجد فهو متارجد المواهب ريال مادريد متارجد المواهب وصاد النجوم اللامعة في برشلون اعتقد الموسم الجاي في الليجة هيبقى قوي جدا مع فريق أتلتكو مادريد لما عملش أي تدعيمات يعني هو محتفظ بمركزه التالت الموسم اللي فتح أو بدأ في انجلترا الدرع الخيرية الستي وليفر بقت مواجهة كلاستيكية يعني بتالي بقى واحد من الماتشاط زي ما كنا بنستنى في سنين فاتت البرسا والريال النهاردة بقنا نستنى ليفر وماشيستر سيتي اعتقد بقت مبارات القمة في الدورة الإنجليزية دايما كده في انجلترا بيبقى في فترة تبقى في فرقتين هم بينطلقوا يعني الواحدين في المنافسة جاءت فترة أرسنال وماشيستر يونايتد كانت منافسة استمتعتنا بيها شخصيا وجيلين كان عظام جدا بعد كده بدأت شيلسي يدخل مع ماشيستر يونايتد فدائما في فرقتين لكن أنا مستغرب ليفر بول ماشيستر سيتي طولت أعتقد بقى خلاص يعني كفاية يعني عناش المشاجهة ماشيستر يونايتد عايزين بقى الفرقة التانية تدخل في المنافسة وانت عامل لي دلوقتي لما ماشيستر يونايتد بقى له كام سنة في غياه بالنسيان أنا نفسي احساس كريستيان ورنالدو يعني كريستيان ورنالدو قال لك أنا عدت شهر وما فيش حاجة ما فيش تدعمات انت وعدتوني بطولات وعدتوني ان الفرقة هتتغير انت محق مركز سادس خرجت من دور الأبطال وفريق خلاص يعني الفريق محتاج أعتقد ان هو حتى رالف راجنيك لما جاء قال أنا عايز عشر لعيب الفرقة دي عشان ترجع تنطف عجل عايز عشر لعيب تبدأ أول شهر في التقليلات ما فيش ثقافات كان طبيعي جدا كريستيان ورنالدو يقدم طلب الرحيل كان طبيعي جدا كريستيان ورنالدو يضغط على الإدارة عشان تدعم انت عايز تلبي طموحات تين هاج اللي جاء وهو عايز لعيبة معينة جاب لعيب جاب ريكسين كان ليه فترة في آيكس وعارف كويس الثقافة الهولندية والفكر الهولندي جاب مارتينيز مدافع آيكس وعارف كويس فلسفة تين هاج كمان عايز فرينك ديونج وعايز أنتوني فهو الراجل عارف هو عايز ايه هو عايز أهداف معينة لكن الأهداف دي هل تلبي طموحات الجماهير هل هترجع بمونشستر رينايت التاني فيه هنا كلام كتير جدا بعد فترة غياب رجع رونالدو اللي اتمرر مع الفرق يعني كان فيه كلام كتير جدا على غيابه بس رجع وكلام طبعا ربطوا شوية في الأول خالص كان كلام على بايا ميونيخ وبعد كده نفع مسؤولين في بايا ميونيخ كلام على بي أجي وقاله أنه ليو ميسي يعني لو جي حد من سنتين تلاتة كده قال لك كريستيانو رونالدو هيوصل في عشرين وعشرين وعشرين ما باش لاي نادي يلعب فيه هتصدق حاجة لا طبعا مش هتصدق حاجة وحاليا مش لاي نادي يلعب كريستيانو رونالدو حتى تطرح اسمه أتلاتكو مادريد يعني من الوحي يلعب أتلاتكو مادريد وهو جمهير أتلاتكو مادريد هي اللي رفضت هي اللي رفضت تخيل الوضع بالنسبة لكريستيانو رونالدو تشيلسي يعني انت العيب يتعرض عليك وهو أعتقل ان كان تشيلسي وباير مونيخ أنسى بناديين وباير مونيخ رفض يتعقد مع رونالدو وتشيلسي وتخيل رفضوا يتعقدوا مع رونالدو عشان سنه الكبير وعشان هم عارفين مقبل المادي كمان طبعا والراتب بس الراتب مش هبقى حق لكن رونالدو وجوده في التشكيلة هيأثر بشكل اه طبعا هيأثر لان هو العيب مش هيرضى يقعد على مقاعد البودلاء العيب لازم يتواجب بشكل أساسي خلاص كيبر 37 سنة مش هيقدر على منظومة الضغط العالي وتشيلسي سواء مع تخيل أو باير مع ناجلزمان لعيب منظومة ضغط كبيرة جدا من بداية من المهاجم لآخر لعيب في الملع رونالدو مش هيقدر يلبي الطموحات دي والأفكار وده بقى ترجع للإدارة وتشوف إزاي الإدارة بتستمع للمدربين المدرب قال لهم أنا أفكاري ما تنسبش كريسينو رونالدو مع أن كريسينو رونالدو وجوده في أي فرقة أرباح مالدية مهولة أرباح مالدية لأي إدارة مهولة لكن ناجلزمان قال لهم أنا راجل زي كريسينو رونالدو مايفيدنيش في منظومة الضغط العالي تأخذ نفس الكلام خلاص قولا وحيدا لعيب ممكن يجي بـ 12 مليون وأتعاقد مع كريسينو رونالدو طبعا فرصة لأي إدارة لكن اللعب مش مناسب تكتيكيا خلاص مش هتتعاقد معي فهو مضطرت الوقت يرجع لمنشستر رونالدو حتى كان فيه كلام كده أنه مش هلعب ماتش برايتون وعمل كده تمرد أو عسلان أنه مش هيتواجد في ماتش برايتون وعايز يحسم أمره ويفسخ عقده والمتبقي فيه عام عايز يفسخ عقده ويرحل بالمجان عشان يقدر يلاقي نادي روما ممكن يكون بوابة صعب جدا مع مورينيو باولو ديبالا طموح كونفرنس ليج السيزن اللي فات دوري أوروبي هيلعب دوري أوروبي ما هو سايب منشستر رونايتل عشان دوري الأبطال صعب روما أعتقد بالنسبة لرونالدو ممكن نابولي الكلام على نابولي في إقتالي وحتى كريسنين رونالدو أنا مش عارفه عايز إيه بصراحة يعني هو لازم يروح نادي نفس على دوري الأبطال هو أنا مجرد وجودي في دوري الأبطال ألعب مباراة دوري الأبطال هو الفكرة أن يتلعب في دوري الأبطال واتحقق اللقب بالزبط فأنا حالياً موجود شيلسي بايرمين خلاص الخيارين بالنسبة لي ما بقوش متحين أنا خلاص أفكر في الخيار تاني خالص يعني أفضل أكمل في منشستر رونايتل ألعب دوري أوروبي من وجهة ناظرك حصلت في المركز هلن طبعا هلن طبعا والناس اللي بتقارنوا بنونيز بصراحة أنا باتحكي نونيز يعني الناس هتكتشفوا قرائه مش مئة مليون خالص خالص ولا لعيب اللي هو هو اللي ياخد السيط الكبير يعني يمكن هو في مطش الدرية الخاري هو اللي سجله هلن دي ما سجلش أي بس هلن ده لعيب كواليتي تاني خالص كواليتي تاني ان انت تجيبه بحاجة وستين مليون وتجيبه هو في السن ده أعتقد ان هو سيطر على الدوري أوروبي لو كامل في منشستر سيتي لفترة طويلة جدا لكن نونيزح الجانب الآخر في مشاكل كبير اللي تابعه في بينفيكا واللي بتفرج عنا عشان بحيب منتخب أوروبي بتفرج عمتخب أوروبي عنده مشاكل في الأساسيات تحركات ومش أفضل حاجة كورتو كمان بس مع يورجين كلوب ممكن حاجات كتير جدا تتضبط عشان ده سؤال مرتبط بينا احنا بقى جايلك فيه بعد شوية بس يورجين كلوب بقاله فترة كبيرة ما بيلعبش براس حربة يعني لويس دياز ما كانش حد يسمع عنه بس لا لويس دياز كان ليب كويس كان عنده الإمكانيات ولويس دياز جناح يورجين كلوب بقاله فترة طويلة جدا حتى من أهم دورتو فترة طويلة ما بيلعبش براس حربة براس حربة صرف أنا مهاجم رقم 9 أنا محتاج الكورة العرضية أنا محتاج أسجل وانا بقى نجمل كان فيرمينيو موجود بعد كده جيجو جوتا بيقدم له حلول في السلاسة القدام لكن انت ما جبت دلوقت انه نيز انت محتاج تغير أفكار كتير جدا زي بيب جورديولا برضو بيب جورديولا كان دايما مفيش مهاجم السندوق ده مش موجود يمكن الحاجة الوحيدة لغاية أجويرو يعني من بعد أجويرو حتى خصوص كان لا واخر أجويرو كمان أجويرو اندسر بسبب جيل بيب جورديولا هو دايما جورديولا حتى بريموفيتش لما رح قاله وعنده دايما مشكلة مع المهاجم وانا مش عارف ايه يعني هو بريموفيتش قال انا مش عارف ايه لكن الجريمة اللي هتبقى اكبر انه لعب زي هلند ما يتقلقش في ماتشستر سيك خذ بالك تتكلم على اربع القاب بريمير ليج من ست من ست القاب هو لعبهم منشيني جاب بريمير ليج بل جريني جاب بريمير ليج بس بكلمك على مدرب لا انا بقولك الاسامي يعني بل جريني ومنشيني مش صعبة يعني لا ما تنكرش انه في منافسة بريمير ليج في حتة تانية يعني مع احترامي للليجة والبونز ليجة والكالشيو والليجة البريمير ليج في انجلترا منافسة ضررية ما فيش ماتش ان كانت ترتيب ممكن تتوقعنا تكتو نا انا بقولك عشانت المنافسة انا بكلمك في فرق كبير فرق وعكس كل الدوريات العالم انت بتتكلم على في خمسة ستة بيتنفسوا على اللقب يعني كل سنة في خمسة ستة وممكن يطلع لك نادي زي لستر سيتي كده يقول سلام عليكم عليكم السلام انا جاي اخذ المطول صح ولا غلط ده سيناريو شبه مستحيل في الدورات التانية مش ممكن تتخيل ان اللقب يبعد عن بارم يونيخ في المانيا ولو بعد هيروح لدبروسيا دورتموند صح ولا غلط مش ممكن تتخيل ان اللقب يبعد في اسبانيا عن الليجة في الليجة عن الريال او البرس او ان اللقب ممكن يروح لحد غير البي از جيف فالمنافسة تقريبا مقتولة من قبل ما سيزن يبدأ بميليك قصة تانية تخش وسط الكبار دول وتاخد اربع عقاب دوري من ستة انت شاركت فيهم لا مدرب مدرب كبير وكل سنة هو مرشح اول لتحييل طبعا ومن قبل ما شزن سيتي كان مرشح اول لتحييل البطول انا بقى راجل ما بفهمش حاجة لقلت جوارديولا او كلمت كفنيا انه هو انا لست علم مبيقرنوب بخوسي مورينيو او كونتي او بكرر انشلوتي كلهم مدربين كبار وليهم اسمهم ماشية ماشية في حتى تانية جماعة هقول لك حاجة ببجوارديولا حطه بقى في نفس تجارب مورينيو وكونتي ونشوف هامل ايه بنفس الكواليتي اللاعيبة وفي نفس الافجار وفي نفس اهل هينجح هذه هي ديد اللي انا مستنيها انا اعتقد ان ببجوارديولا حان الوقت انه هو ما ياخدش بقى فرقة هي بتاخد الدوري من غيري أصلا يعني باير ميونيخ كل المدربين اللي جوم خدوا الدوري مانشستر سيتي قبلية اثنين مستواهم متواصل جدا خدوا الدوري كورت الباير مدغارت كتير قوي مع جواردو هو بيضيف كورة أنا معك ولو راح فرقة وسيبك من البطولات بقى نتكلم كورة انت بتتكلم كورة عشان في الاخر ترفع الكاس بس ولا تتكلم بتشجع الفرقة دي وبص على الكورة دي عشان تستمتع كورة تشبع كورة أنا بحب تفرج على تسعين دي عمدت عيني كورة فاهم قصدي بس هل دي الكورة اللي ممكن تحقق لك ألقاب مع فرقة متوسطة بص ده ينطبق على كل مدربين مش بس مش بس كل مدربين مقارنة محنة يعني خلينا نتفع على حاجة ونروح بعيد ليورجين كلوب حد يقدر يشاكك في انه مدرب كويس راجل كويس جدا وعمل تجربة رائعة مع ليفر بول ومن قبلها مع بروسيا دورتموند بالمناسب طاخل مثلا مع مع بروسيا دورتموند أنا هطلع تجربة بي اش جي بره بس مع بروسيا دورتموند مع تشيلسي عمل ريكورد محترم جدا فبالتأكيد مدرب كويس جدا لكن اللي بسأل عليه أو اللي بحطه كتقييم هنا أولا يعتمد على أسماء في مدربين بوكتينيو مثلا جي خد فرقة زي بي اش جي خد بها كل البطوات اللي ممكن تدخلها وما حققتش فاهم قصدي طاخل جي بتشيلسي بوكتينيو حقق نفس اللي عمل جوارديول وخد كل ألقاب المحلية لكن هم عملين سكواد دي عشان ياخدوا البطوات المحلية بس خد بالك سيتي مش معتمد على مبابي ونيمار ويعني بس أنا بتكلم انت في النجاحات بوكتينيو يعمل النفس اللي عمله بي بوكتينيو دي بروينا ده اللي سايبو تشيلسي بباليش طبعا جواب كانسلو راح يمستل ما قصد اقول مش نجوم من العارة تقيل يعني مش نجوم مش من نجوم من العارة تقيل يعني مش كريستانو رونالدو مش ميسي مش لبا هالند مسلا قدر وجلاتي دي برويناد الوقتي بقى نجمة من العارة تقيل لكن اقول الكرة اللي ابتدى بيها التيمورك الطريقة والتاكتك والفنيات اللي جوا الملعب لا دي بصمة جورديولو مفيش كلام مش مش بصمة اللعيبة بصمة المدير الفني هيفضل محافظ وهو اللي ياخد الدوري الموسم الجاي انا اعتقد ان فرص كبيرة جدا في وجود هالند في ان يجيب البريمير ليج وان شاء الله تشاهده دوري الابطال ده صعب شايف مرشح قوي جدا صعب خلاص انت موسمين يعني موسم كنت هتسعت في النهاية خلاص نص نهاية وقبليه في النهاية ما قدرتش تحقق البطولة صعب اعتقد ان البي اس جي بقى خلاص انا الاوان ان هو يعني احنا قبل السيزن ما يبتدي انت بتقول البي اس جي وانا بقول البي اس جي الخليفي دلوقتي رئيس ربطة الاندية البي اس جي مشكلته وخرج من دوري الابطال الموسم اللي فات بمشكلة كبيرة مع رئي المدريد مشكلة تحكمية كبيرة مع رئي المدريد والخليف في رئيس ربطة الاندية المحترفة الاوروبية الموسم اللي جاي بي اس جي مكمل الاخر يعني الايامه بيننا لو تقابلنا هنا تاني لو تقابلنا الايامه بيننا خلي اسألك على التطوير واحنا بنتكلم على فرقة النادي الاهلي نرجع تاني لملف الدوري بالتأكيد من مهام المدير الفني الهدف الاول بالنسبة للإدارة والجمهورة تحقق لي لقب لكن كشغل في الملعب انت مطلوب منك تطور اداء الفريق جماعيا وتطور اداء اللاعبين بشكل فردي يعني احس انه اللاعبة معاك مستوها بيتطور بيطلع لمستوى اعلى وتعالج المشكلات الموجودة بقى فنان وبدانيا كنت بقول في الاول انه موسمان يجيه من الضر النار يعني يجي استلم الفرقة دخل على دوري الابطال دور قبل نهائي وكمل بعد كده بدون حتى ما ياخد فترة اعداد واحدة لا راحة سلبية ولا معسكرات اعداد ودخل مستر ريكاردو سوارش بنفس الظروف تقريبا في نص المعمعة ونص المعركة فلا عنده وقت يقرأ لا عنده وقت يحضر لا عنده وقت يحفظ الاولويات من وجهة نظرك يا فاروق لمستر ريكاردو في الفترة اللي جاية دي انه يشتغل على تطوير اداء الفريق فنيا ومهريا جماعيا وفرديا ولا فكرة انه لا المطلوب حاليا ان انا احاول اكسب المطشط المتبقية في عمر الدوري بدون ما يبقى مطلوب مني اي شيء تاني خلينا نتكلم حلوة جدا المقارنة اللي انت عملتها ما بين مسماني لما جاي مسك الاهلي وسوارش حاليا لما مسك الاهلي يمكن زي ما اتكلمنا من الاسبوع اللي فات على ريكاردو سوارش هو عنده افكار ومحمل بافكار كتير يمكن مسماني شوية من الخبرة كان عنده انه هو لما مسك النادي الاهلي يكمل على فيلر ويلعب البسيط ويكمل بنفس الشكل وبنفس اسلوب اللعب واللعيبة موجودة مدهمش حملة تدريب كبير مدهمش افكار في التمرين كتير لان انا كنت بالعب منساش انا كان عندي نص نايا دوري ابطال وكان عندي يعني معمع كبير حاليا ريكاردو سوارش هو حس بالموضوع ده واعتقد ان اصابت اتنين اللعيبة في اول عشر دقائق في مباراة المقاولين تثبت ان الراجل يعيني عايز يدي تمرين عايز يدي افكار عايز يجرب شكل معايد عايز يعمل جمل تكتيكي ده اللي اثر على اللعيبة اللعيبة مش مستحملة اي تمرينة اللعيبة دلوقت استشفى ممكن تديهم راحة ممكن يجو قبل المباراة اللي هو التمرين اللي معروف التمرينات الطرفة هي ما تقدرش يدخل هو ما يقدرش يدخل افكار لكن هو انت حاليا المطالب انت تدخل افكار اه طبعا المطالب انت تدخل افكار تعالج بيها النواقس اللي عندك لان انا هعمل ايه عشان عالج النواقس ده زي ما دخل افكار جديد هو مش قادر يعملها لانه ما بيتدربش عليها ولعيب الكرة في الاول في الاخر عشان يطبق الفكر محتاج تمرينة يعني انا اتمرن قبليها وانزل اطبقه في الملعب لكن ان انا اطبق افكار نظرية مش هقدر فحاليا في مشكلة كبيرة في تطوير اللعيبة لان انت مش هتقدر تعمل كده فانت لازم تلعب البسيط اللعب هينزل افكارك التكتيكية في الملعب تبقى واضحة وصريحة ما فيهاش اي حاجة معقدة لان انا لما بيكون في حاجة معقدة بحتاج ان انا اتضرب عليها اكتر من مرة فانا مش هدي اللعيب اي افكار معقدة طيب عايز اكلمك شو هي في حتة الاجهات ما هو الاجهات ده احنا هكلمك بقى في النقطة التانية انا عايز اكلمك في النقطة التانية انت هيخلص المسم من هنا اول حاجة هتعملها تدي اللعيبة راحة ده ما فيهاش جدال ولازم اللعيبة اللعب على مدارة 3 سنين ما هو فيه بقى احنا بنتكلم في بطولة افريقيا اللي هتلحم في المسم الجديد ده لسه روي فيتوريا بيقول تعرف انك المطشين بتوع سبتمبر بتعملها ويتلاغوا بالزبط روي فيتوريا بقولك لا انا هستبدلهم بمباراتين وديتين وعمل معسكر للمنتخب ما هم ما بقاش فيه رفاهية وعندك مطشات افريقيا ما بقاش فيه رفاهية لاختيار اللعيبة ما ينفعش بعد 3 سنين انه هم يكملوا ويلحموا مسم كمان او يلعبوا في دور الابطال او ايا كان انت لازم اللعيبة دي تريح وتبعد تفصل تماما عن الكرة وترجع تعمل معهم فترة اعداد ما تقلش عن اسبوعين عشان تقدر ترجعهم بعد الفترة اللي هم ارتاحوا فيها لمستوهم البدن فيه رأي جاي من بعيد كده انا مش مع هذا الرأي هذا مش رأي انا مش متعاطف معه مع وجهة النظر دي لكن فيه رأي بيقولك ايه فيه رأي يقولك والله لفضل من مسابقة الدوري طلع الشباب وإدي اللعيبة اللي ما بتلعبش وريح اللعيبة دي خليها تاخد نفسها عشان تقدر تبتدي معهم موسم جديد يعني يكونوا خدوا فترة راحة سلباية كويسة تعرف تستعيد مستوهم البدني وتبتدي بهم معسكر اعداد تحاول تثبت ما تم افساده على مدار التلات موسم هنرجع لأول سؤال تاني انا بقول دي وجهة نظر فأقولتها اسمع رأي كثير هنرجع لأول سؤال تاني في الفقرة لما الدوري هل كده احنا كده مسلمين بقى ان خلاص الدوري حسن دوري لسه موجود في الملعب وانت لازم تضغط على الخصم تضغط على الخصم ازاي ان انت تكسب المباراة هي وجهة النظر دي مش تقولك انه اخسر المطشاط لا 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 ما قلناش هتخسر اولا اهلي دايما بيلعب مفيش مطش بيبقى داخله ومش عايز يكسب بس انت بتلعب بالنسبة ان انت انا بعمل اللي علي انا انا في مطش الموليد اللي اعمل اللي علي انت لعب تكسر ربطة بفريج شباب وكان معهم بعض بس كان فيه اخفاقات في النتائج اه الاداء كان فيه اداء كويس من قبل بعض اللعبة لكن النتائج بوجه عام كان فيها اخفاق انت دلوقتي مش تنحمل اخفاق انت عايز تضغط على الخصم الدورة لسه موجود في الملعب انت فرق خمس نوعات موجود في اي حتة في العالم حصلت كتير والسنواريات عندنا كمان حصلت كتير فانت لازم تضغط على الخصم معتقدش ان انت هتضغط على الخصم لما تلعب بشباب او لعيبة شبك اذا كان انا يعني اصحاب وجهة نسبة لك وليازم تضغط بالنتائج انت تضغط ازاي بالفوز المجهد ده مش قادق يعني المجهد ده في النهاية مش موصلك برضو اللي انت عايزه انا لسه بس هاجي في حتة الاجهاد عشان فيها على ليها بعض علامات الاستفاهم اللي مش لقيلها مبرر فعايز اسمع وجهة نظرك فيها رغم حالة الاجهاد رغم حالة الاجهاد وبعيدا عن النتيجة النهائية للمباراة لما بشوف سيناريو التسعين دقيقة خلينا ناخد اخر تلات مطشاط اخر اربع مطشاط مرورا بالجونة والمقصة والمقاولين بتقول ان الاهلي هو الاكتر سيطرة الاهلي هو الاكتر استحواز الاهلي هو الاكتر صناعة للفرص يترجم ده ومترجمش لكن السؤال هنا هل في وسط حالة الاجهاد قادر تفرط سيطرتك وتخلق الكم ده من الفرص وتعمل النسبة دي من الاستحواز يبقى الاجهاد ايه ايه علاقته بالموضوع خلينا نقول ان الاهلي محتاج حاليا ان هو يكسب المباريات فقط الجماهير اعتقد ان هي خلاص بقت يعني متأكدة او ما بتطلبش الجهاز الفني او بتطلب النادي القلب تقديم كورته المعروف او الكورة الممتعة انت محتاج حاليا لحد نهاية الدوري ده والحد ما لايبت رايح تكسب المباريات فقط في مباريات المقصة انا عجبني جدا الشوت التاني وانت متقدم اللعبة هادي ما فيش ضغط اه دي في المغامرة زمالك بيعملها مع فريرة ان هو بيسيب فرق الهدف لحد نهاية المباراة لكن ده مهم جدا 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 وده اللي بيدي الزمالك حاليا المخزون البدل انه بعد الهدف خلاص انت بتصيغ اللعب بطريقة انه هو انسيابية تمريرات كتير ما بتحاولش تلعب اجريسيف دايما وهجوم دايما على المرمة ده بيخلي لعيبتك الباكات عندك تروح وتيجي كتير بيخلي لعيبة وسط الملعب تعمل مجهود كبير لكن انت بالعكس ماتش المقصة اعتقد ان انت في شد التاني اللعبة اللعبة تبقى المجهود اه كان فيه مغامرة لان انت كان ممكن تستقبل هدف في الدقائية الاخيرة زي ما شفنا الهدف اللي تلغى وكان فيه قابلي هدف تاني لكن ده خلاص مفيش فرصة غير انت تعمل كده انت محتاج لعيبتك ومحتاج اي مخزون بدني في اللعبة اللي احنا بنتكلم اللعبة اللي هي المجهدة بنشوف حمدي فتحي ما اعتقدش ان حمدي فتحي لو اتفرقت عليه من سانا واتفرقت عليه دلوقتي تقول ان هو ده نفس اللعيب ايه اجهاد غير طبيعي لكن انت لازم توصل بالمباراة للي انت عايزه تسجل هدف مبكر وتلعب وتمشي اللعب بطريقة انسيابية تمريرات تضيع الوقت المتبقي بدون ان انت تستنفذ المجهود البدني اللعبتك فماتش المقاولين الاهلي ما سجلش بدري اضطر لحد ديها 90 ان هو يستنفذ تاني منطقات اللعيبة اللعبة قدمت اقسم عندها اعتقد ان انت في مباراة المقاولين كان لازم تسجل كان لازم تسجل بدري انت سجلت فاروق وما تحسبش تسجلت وما تحسبش وضرب الجزاء ما تحسبش اعتقد ان انا ضربة الجزاء ضربة الجزاء كتوضحة جدا لكن انت لازم في شرط الاول فيه كده مشكلة عندنا انت الاهلي ان هو ما بيبدأش المباراة بقوة في شرط الاول انت لازم تحسن مباراة في شرط الاول لازم تحسن مباراة في شرط الاول والأهلي فريق صعب جدا تستحوز عليه هو دايما المستحوز ولما تستحوز مع فرق نزلة أصادك بأفكار دفاعية وتراجع لمناطقها هيبقى صعب عليها جدا في شهود الثاني أنها تغير وتضغطها موقف فاركو في جدول الترتيب مش في منطقة خطورة شايف موقفهم إزاي طريقة تفكيرهم في مورات الأهلي إزاي عناصر الخطورة عندهم الأوراق المميزة من نهجة نظرك فاروق عناصر الخطورة عندهم دفاعية عناصر الخطورة عندهم أن المباراة الأهلي ما عارفش يسجل فيه هو ده أخطر حاجة أن نتلقى لأنهم أفضل دفاع سيناريو المقاولين والمقصة طبعا بل أصعب لأن ده أفضل دفاع في الفاركو أفضل دفاع معنونه ألميدا اللي كان مساعد فريرة وورده مشبع بأفكار فريرة الأفكار الدفاعية والتنظيم وهو محفظ اللعيبة بشكل مبالغ فيه أدوارهم في الملعب خصوصا اللعيبة صاحبة الأدوار الدفاعية كل لعب بيلتزم أدواره دخل فيهم 18 هدف بس أفضل دفاع في الدور هو أفضل دفاع في الدور أفضل دفاع بعد الـ 3 اللي دخل في بيراميدز كان هو بيراميدز مشيين مع بعض متساويين دخل 3 في بيراميدز بقى بيراميدز حاليان 20 هدف في مرمى هم 18 بس هم مداخلين كم هدف 19 هدف يعني هم الدفاعيين مميزين جدا جدار خرصاني بالزبط جدار خرصاني والنادي الأهلي وريكاردو سوارش أعتقد خلاص بقى تعوده أنه هو الجهاز الفني بقى شايف أن الفرق عرفة السيناريو قبل أن المباراة تبدأ الفرق هتنزل متحفزة جدا دفاعيا كل لعب بيخرج أقصى ما عنده لأنه بلعب النادي الأهلي يمكن حتى أنت بحتة زيادة شوية ولا ده طبيعي لا طبعا بحتة زيادة كتير في المباراة المقاولين حتى زيادة جدا لقلتها تبرير الموضوع ده طبعا تبرير لما يكون فرق بقالها سنين كتير جدا بتكسبك كل المتشاط بتعمل عليك أداء بتخسر أربعة بتخسر أعتقد يعني لعبة المقاولين نفس هي نفس اللعيبة اللي خسرت الأربعة وفرق كتيرة تعانت قدام النادي الأهلي لما يجي لي فرصة أننا نادي الأهلي مش في أفضل حالاته طبعا هقدم أحسن ما عندي طبعا هحاول أسأر من المتشاط ومن الهيستوري بتاعي مع النادي الأهلي اللي هو الهيستوري أعتقد أن أغلب اللعيبة اللي موجودة في الدور المصر الهيستوري بتاعها مع النادي الأهلي سايق جدا سواء كانت لعبة بقى بنتكلم عن مدافعين أو مهاجمين ما يدروش حتى على دفعات النادي الأهلي فإحنا بنتكلم أن دلوقتي النادي الأهلي بالنسبة لهم يعني صيدة شوي إن أنا نادي الأهلي لو أخذت منه نقطة وعرف أن هي هتزعج جمهير النادي الأهلي لا هحارب عليها وأخدها وحتى لو شفنا فارقه أنه في منتصف الجدوة لكن نتفرج عليه في المباراة الجاية مع المساعدة الميدا اللي هيبقى فيه أكيد خطوط تواصل ما بينه ما بين فريرة سوريا الميدا اللي كانت مساعدة في ريرة يبقى فيه خطوط تواصل فهنشوف لقيبة فارقه المباراة جاية فرقة في المركز الثامن لا أنا هنافذ على مراكز أفريقية متقدمة ولا على مراكز صلاحة لكن بس خلينا نقول أنه ده شيء جيد بس يتقدم لقصات كل الفرقة ده شيء جيد أن أنا أحترم جماهيري وقدم أفضل أداء لي في المباراة أنا مش عايز منها حاجة ده شيء جيد ده احنا بنحسد الأندية الأوروبية على ده بنحسد أستون فيلا في السنة اللي فاتت أنه هو حاول يعطل منشيستر سيتي وهو مش عايز أي حاجة من الدور الإنجليزي فدي حاجة جيدة بس ما تتقدمش بقى أصد النادي الأهلي بس تتقدم أصد كل الفرقة إن أنا حارب ونازل على نقطة أصد كل الفرقة تتقدم قدام الأهلي بس بأصد طبعا حاليا فرقة كتير بتقدم أصد الأهلي بس فرقة كتير بتيجي قدام الأهلي تستقسد وتعمل مباراة كبيرة جدا وتكسب الأهلي وتقدر وعندها الإمكانات إن تكسبت الأهلي تقدر تكسب أي فرقة في مصر وتيجي تخسر اتنين اتنين بعديها بأداء أقل كتير جدا في الروح والمعنويات لأ ساعتها الفرقة كلها ما بتلعبش بنفس المستوى ودي علامة استفامية عناصر الخطورة في فاركو مين اللي ممكن اللعيبة اللي ممكن تعمل حسابها العناصر الرجومية زي ما قلنا سجلين 19 هدف ما عندهمش عناصر فو يمكن عندهم باكي مين كويس جدا وعندهم لعيب وسط ملعب مميز جدا لعيب إفواري اللي هو سوكريم لعيب وسط الملعب عندهم كويس جدا لكن العناصر الرجومية عندهم مش هيبقى فيه خطورة عن نادي الأهلي كبيرة يعني هم دايما متارجتين نتيجة الإيمة 1-0 إما الماتش يخلص تعادل 0-0 أغلب نتيجهم تعادل 0-0 ولو جابوا جون بكرة سبتة أو حاجة 1-0 فأعتقدش إنه يبقى فيه خطورة رجومية كبيرة عن نادي الأهلي وحتى في المرتدات مش يبقى فيه خطورة رجومية زي ماتش المقولين ما كانش فيه مرتدات أو خطورة رجومية عن نادي الأهلي لكن محتاج الأهلي يفك الدفاع ويفك التلصم لأنه هو هيواجه فريق صعب جدا دفاعي هل من القصوة أو من الظلم أن أنا أوجه انتقاد لسوارش موديل فني لنادي الأهلي في التوقيت ده؟ طبعا حتى لو هو مدرب غير كفر هيبقى من الظلم أن أنا أوجه له انتقادات هو محدش يعرف سوارش هو مدرب كويس ولا مدرب لا مدرب عنده بتنشل آه عنده بتنشل عنده أفكار عنده أفكار شفناها في مباراة الزمالك بتحصل بتحصل وحتى فيه حاجات بتحصل بس هو مش قادر ينفس فهيكون طبعا من الظلم لأي مدرب جيه لنادي الأهلي حاليا أنت مطالب أن تكسب كل الماتشات صعب جدا يعني أنا أنا مدرب جاي مطالب أن أنا قافي الأهلي هتكسب كل الماتشات بس أنا لو تعصرت شيء وارد لكن أنا جاي في مرحلة ما فيش فيها فرصة أن أنا تعصر أخسر مباراة أخسر بطولة أخسر مباراة في الدوري أو حتى تعادل مباراة في الدوري حلم أو سباق أو تنافس على اللقب يروح مني ضغط كبير جدا على أي جهاز فني جاي في بلد جديدة في أفكار بالنسبة له اللعيبة جديدة فصعب جدا وأعتقد أنه هو لازم ياخد الموسم الجاي ولازم ياخد فترة راحة اللي تكلمنا عليه وفترة الإعداد عشان تقدر تحكم عليه وده بالنسبة لأي مدرب مش سوارش بس أو أي جهاز فني جديد ونقرب من نهاية البطولة تقييمك لأول بطولة بتقاب تحت مظلة الرابطة أهم النجاحات اللي عملناها السيزن ده من وجهة نظرك أهم الإخفاقات اللي تشوف أنها يعني علينا أن نفكر فيها أو نتفديها يعني في النسخة الجاي من بطولة الدوري يمكن النجاح البارز أو الأكبر أن خلاص بقى الدوري انتهى بتواجد جماهيري جيد خلاص يعني قال عدد ما عرفش الألفين ونصف اللي تبقى خمس تلاف أو بقى عشر تلاف نشوفهم يعني الأعداد بتزيد كده فيه ماتشات بيبقى فيها فيه ماتشات بيبقى فيها ألفين ونصف وبعد كده بتشوف الملعب خمس تلاف أو عشر تلاف بس يعني الدوري انتهى أو هينتهي بشكل جاي جماهير موجودة بصني يقولين أنه السلوك الجماهير في الدوري ده بصرف النظر عن عدد يعني هي مبشر جدا ويشجع جدا على أن احنا الأرقام تزيد بشكل رسمي أعتقد طريق الدخول الجماهير للملاعب وبقى فيه شوية يعني الفئة اللي هي اللي احنا كنا بنشتكي منها بقتجد صعوبة شوية في دخول المباراة دلوقتي لأن سواء الفئة دي انت حاليا بتدخل المباراة بتبقى معروف انت مين معروف توجهك ايه معروف شكلك معروف كل بيانات عنك فالفئة اللي داخلها تعمل مشاكل أو تصير التعصب أو أي إن كان ما بقتش تخش المباراة دلوقتي أو بقت تجد صعوبة لأن انت لو عملت أي حاجة انت هتترسد وهتتجاب فحاليا أعتقد أن شكل الجماهير ونهاية الدورة بالطريقة دي هي الميزة الأكبر اللي احنا خدناها من ربطة الأندال مجل فيش ميزة وفيش إيجابيات تانية ولا إيه لا لا ده أعتقد أنه لكن إيجابيات التانية بقى فيه مشاكل كتير جدا بنتكلم بقى في النظام التحجيم نظام الفار يعني فيه أعتقد مشاكل كبيرة جدا مشاكل كبيرة جدا لازم تتحل ومش هنستنها في أول موسم يعني إحنا محتاجين وقت عشان نحل الأزمات اللي موجودة في كرة مصرية ومش هنتيجي ربطة نطالبها بحل الأزمات موجودة بقالها ومستقصلة بقالها سنين في موسم واحد لكن أتمنى في المواسم الجاية نتدرك الأخطاء لأن انت لازم عشان تحقق النجاحات لازم يكون عندك أخطاء فأنت موجود الأخطاء وأعتقد أنهما لمسوا الأخطاء اللي موجودة وبقت متبروزة جدا فهنشوف في الموسم الجاي هل هيتم تفادي الأخطاء دي ولا لا كلمة بعيدا عن الكرة والمسابقة والبطولة والألقاب لجمهور النادي الأهلي شايف الردود أفعال الجمهور إزاي يعني قرأتك لرد فعل الجمهور النادي الأهلي على أنه الموسم ده فأخذنا لقب دوري الأبطال وإن كانت كلها في ظروف الحقيقة يعني قاسية جدا لكن في النهاية أنت خسرت لقب دوري الأبطال خسرت لقب كاس مصر وفرصتك موجودة بس مش قوية قوي في المنافسة على لقب الدهولي قريتك إياسك لردود أفعال جمهور النادي الأهلي إزاي يا بخت اللي عنده جمهور زي النادي الأهلي يا بخت اللي عندك لو عندك جمهور بتخسر مباراة وبتتعادل تحسسك أنها نهاية تكون ده يا بختك يا بختك الجمهور اللي بالنسبة لها التعادل اللي بالنسبة لها أصلا المكسب بأداء وحش ومش مكسب فالنادي الأهلي جمهوره حاليا هي اللي مصدر النغمة أن الأهلي في كارثة والأهلي يعني إحنا لو بصينا على الموضوع هي مش كارثة ولا حاجة طبيعي أن أنت بعد فترة طويلة من الاستحواز على البطولات سواء قرية أو محافية لازم يجيلك موسم أو اتنين تقدر أن أنت فيهم شوف عيوب فريقك أو مشاكله وده طبيعي في أي حتة في العالم لكن بالنسبة لجمهور النادي الأهلي هي بالدق دايما نقوص الخطر هي دايما سواء لمجلس الإدارة أو سواء للعيبة ودايما عندهم اللي هتلاقيه مؤثر دايما محطوط حواليه برواس كده في برواس حواليه التأثير فيه وجمهور النادي الأهلي جمهور فهمة كورة وعارفة كويس التأثير بيجي منه لما بيكون فيه لعيب مؤثر أو اللعيبة مؤثر بتلاقي هو دايما عليه السبوت وهو اللي موجود لحد ما بيبدأ يتدرك الموقف واعتقد حاليا جمهور النادي الأهلي بتقوم بدورها بشكل جديد جمهور النادي الأهلي حطت إيديها على المشاكل واتكلمت فيها كتير واتكلمت على اللعيبة واتكلمت على اللعيبة المؤثرة واتكلمت على أخطاء لو فيه أخطاء موجودة إداريا أو أخطاء في اختيار اللعيبة أو أخطاء موجودة للجهاز الفني فجمهور النادي الأهلي جمهور وعية جدا ودورها حاليا هو المساندفقة في الجولات الجاية واعتقد أن ظروف الحاليا اللي بيواجهها النادي الأهلي وما بتخليش أي مشجع يقول إنه هو في أي تأثير هو حالياً أن تدورك المساندة فقط وأعتقد إن دارة النادي الآن عندها من الوعي والزكاء إنها تستشف الجمهير عايزة إيه وبدأ كده يبقى فيه شغل للبناء فريق أقوى مما قبل سريعاً جداً فاروق اسم أو اتنين أفضل لعبة ظهرت في النسخة دي من الدوري السندي مين لفت نظر فاروق أصام من لعبة يعني برد دوليين حتى برد دوليين؟ نحن نكلم عن أحمد رفعت احمد رفعت لعب كويس جداً صحيح أحمد رفعت دولي من زمان دولي من شباب واحد مع كيروش بس مع البطولة الأخيرة واحد إذا كان أو ينتخب من الحاشة لكن هو كان قام شباب نكلم عن hermanت Land بعد بطولة العربية لا أتخذت أعتقد أنه هو على العيب كويس جداً يابقى أن يكون العب موجود كناريا حيما تكلمنا على سيليوه على العب كويس جداً أحمد رفعت أحمد عاطف مهاجم فوتشور كويس جداً مصطفى ميسي على سراميكى بلعب كويس جدا وهيبقى مكسب لأي فريق يتعاقد معي نورت الدنيا فاروق وكنت وحشنا وان شاء الله بإذن الله يتقابل قريب في السادسة مرة تانية شكرا وانا بسعد بيك دايمن وبستمتع بالحوار معك وأتمنى تكونوا استمتعتوا انتوا كمان بحلقة النهاردة ويقيني بكرر مرة تانية قبل مختم الحلقة الدوري لسه في الملعب تحياتي لحضراتكم اشتركوا في القناة